القاهرة تسجل 36 درجة مئوية والرطوبة مستمرة في الزيادة حتى نهاية هذا الأسبوع وهيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة التقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في ساعات الغيرة فهل ستنخفض درجات الحرارة أم ستظل في الارتفاع كل هذه التفاصيل سنعرفها الآن من خلال هذه الضغطية الجوية أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عن حالة تقس اليوم الاثنين 19 من أغسطس بأن يسود البلاد تقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد وسيكون التقس مائلا للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال شهر أغسطس حيث تسجل الرطوبة في القاهرة والوجه البحري نسبة 80% و85% بينما تصل في السواحل الشمالية بنسبة 90% و95% وفي شمال الصعيد تصل الرطوبة إلى 55% و60% وفي جنوب الصعيد تسجل الرطوبة 30% و40% أما عن حالة الأمواج فتشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأمواج في البحر الأحمر حيث ستكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية أما حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة ومعتدلة وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وستكون اتجاه الرياح شمالية غربية وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الضل يوميا الاثنين التاسع عشر من أغسطس والثلاثاء العشرين من أغسطس ويشير البيان إلى ارتفاع درجات الحرارة غدا ثلاثاء بفارق درجة أو درجتين في بعض المناطق وسيزيد من الدرجات الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسب الرطوبات ومن جانبها كشفت دكتورة مانار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة العرصاد الجوية تفاصيل جديدة عن حالة تقس خلال الساعات المقبلة مشيرة إلى أن الخبراء يتوقعون أن يسود تقسا مائلا للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا وأضافت أن التقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية وتظهر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتنشط الرياح على كافة الأنحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة وأشارت دكتورة مانار غانم إلى أن أجواء فترة الليل مرتفعة خاصة بعد قلة سرعة الرياح ولكن خلال فترة النهار الرطبة تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة ووضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة التقس حتى نهاية هذا الأسبوع فتشهد البلاد بدءا من أمس الأحد وحتى الجمعة الثالث والعشرين من أغسطس 2024 استقرارا في الأحوال الجوية وأجواء حارة على أغلب الأنحاء وتعبعت هيئة الأرصاد الجوية أن التقس حارا رطبا يسود نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة طير طبا لينا وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الأمواج تروح بين متر ونصف إلى مترين وتجاه الرياح يكون شمالي غربي أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته ستكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج تروح بين متر ومتر ونصف وتجاه الرياح شمالية غربية ونختتم مشاهدين مع حضراتكم تغطيطنا الجوية ببيان بدرجة الحرارة على بعض المحافظات الجمهورية وهي كالتالي القاهرة 36 26 شعر مشيخ 40 31 اسكندرية 33 24 مطروح 32 24 فورسعيد 34 24 أسوان 42 29 حلايب 37 30 وإلى أهلنا المشاهدين نصل إلى خطيطنا الجوية بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة كانت معكم مريم كمال من موقع صدى البلد شكرا لكم وإلى اللقاء